اهلا بحضراتكم بعد الفاصل زي ما قلت لكم لما بتكلم عن نجمينة نجمينة تاريخ عشر سنين في النادي الاهلي قدم فيهم بطولات غير عادية وكان اول بطولة افريقية حققانها هو كان اساسي سبحان الله في كل فينال في الموردات الافريقية سواء الدوري او الكاس الكووس اللي الوقت تكون في دردية كان اساسي ازاي ما تعرفش ايه اللي كان يعمل من الطيارة واللي كان يقع من على السرير واللي كان يقع من العربية ويدوروا مين اللي يلعب يلاقوا هو متحة رمضان متحة رمضان كان جاهز يعني استاني باي في اي وقت عشان يلعب في المباريات التقلي النهائية وكان بيقدي وبيقدي برجولة برجولة فعلا طب الناس بتستقلني بتقولي طب ازاي كان بيوازب بين الكرة وبين كل طب صيدالة كانت عملية صعبة او معادلة صعبة قوي هو لعب حتى في منتخب مصر تصوروا من لعب اساسي على ابراهيم يوسف وعلى مصطفى يونس كانوا بيسموه متحة بونجاك كان فيه مدرب مجري جاي وتولى المسئولية كان اسمه بونجاك ومتحة رمضان ركب معاه الباص من اول طلع عليه وبقى اساسي في كل الماتشات والسفريات والفرق وكل حاجة هتعرفوا الكلام ده منه بس لما ننوشه الاول نقول له ايه اللي انت بدأت الكرة فين دعبتها فين وامتها دكتور ازايك انا سعيد جدا كابتن مصطفى طبعا انا اللي سعيد بيك والله وحيات ربنا والله انا سعيد جدا ان انا مع كابتن كبير كابتن مصطفى ورمز من رموز الكورة عندنا وكلنا يعني حاجة مفخرة لنا كلنا الله يخليك انا عايزك تفك شوية كده من الاعداء انا حاس كده انت ايه مجدود شوية من اللي انا عاوز بس في بداية الحالة عايز فيه تهنئة واجبة علينا نهني كابتننا الحبيب كابتن محمود الخطيب وعلى ولايته التانية لمجلس ادارة سبقناك احنا سبقناك اه لا لا هو انا مجدود شوية لها دلوقتي بس انا عاوز ان اقله يعني اولا الصقة بتاعتنا الكبيرة بتاعت الجامعة العمومية في انجازات كابتن الخطيب في الدورة اللي فاتت ان شاء الله تبقى تتمة وتكملة الدورة الجديدة تبقى استكمال هذه يعني الانجازات العظيمة اللي اتعاملت في الدورة الاولانية ومفخرة لنا برضو ان الجيل بتاعنا ان الجيل بتاعنا ما شاء الله يعني جيه منه احسن اتنين رؤساء للنادي الاهلي جيه منهم وكابتن حسن حمدي وجيه منه الكابتن محمول خاطر الكابتن صالح حابليهم كمان الكابتن صالح طبعا بس مش من جيل نحن اه لا انا بتكلم الجيل بتاعنا شكرا لكم